تلاشت تحركات المبعوث الاممي الى اليمن من اجل دفع الاطراف اليمنية الى طاولة مفاوضات جديدة كانت خطوات ولد الشيخ نشطة خلال الفترة الماضية وتصريحاته متفائلة بجولة جديدة يجري التحضير لها تصريحات المسؤولين الامريكيين اعادت المفاوضات المرتقبة الى الواجهة وكانت العاصمة السعودية الرياض محطة للقاءات المسؤولين الامريكيين مع الرئيس هادي والمسؤولين السعوديين اهم ما في التصريحات الامريكية توجيه انتقادات حادة الى طهران والتاكيد على ان النقاشات تركزت حول كيفية وقف دورها التخريبي في المنطقة من خلال ادواتها مما في ذلك جماعة الحوثيين وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس قال ان ايران تلعب دورا يزعزع الاستقرار في المنطقة وانه يتعين التصدي لنفوذها من اجل التوصل الى حل للصراع في اليمن من خلال مفاوضات برعاية الامم المتحدة واثناء طريقه الى الرياض ادلى وزير الدفاع الامريكي بتصريحات مماثلة معتبرا ان الصواريخ التي يطرقها الحوثيون على اراضي السعودية ايرانية الصنع السفر الامريكي ماثيو تولور ونائب مساعد وزير الخارقية الامريكي تيموثي كينغ خلال لقائمها في الرياض مع هادي اعاد نفس تأكيدات وزير الدفاع ما دفع المراقبين الى القول بان الولايات المتحدة الامريكية عازمة على ايجاد حل حاسم في اليمن تصريحات ولقاءات غاب عنها المبعوث الاممي ونالت ترحيب الحكومة الشرعية وميليشيا الانقلاب على حد سوى غير ان الشيء الثابت ان معاناة اليمنيين تزداد سوءا في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا او الحكومة الشرعية ولا افقا محددا للحرب او الحسم بسبب تدخلات الخارج والاجندة الاقليمية المتناقضة وبقدر ما تثير المواقف الامريكية الاخيرة بادرة جيدة لالزام الانقلابيين بالرضوخ لسلام المبني على المرجعيات المحلية والدولية هناك مخاوف من ان تكون هذه المواقف مخادعة اقتضتها المجاملات الدبلوماسية كعادة المسؤولين الامريكيين اثناء زيارتهم للمنطقة وبالذات المملكة العربية السعودية